بسم الله الرحمن الرحيم مرحب بكم وعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفيلي واليوم راح نتحدث عن يونت 16 بكتاب النحو للطبعة الجديدة وبهذا اليونت راح نتحدث عن الماضي التام المستمر وقبل لا نبدأ بهذا زمن خلينا نروح على تركيبة بالبداية ناخذ التركيب مالته وبعدين نرجع للكتاب ونشوفه الشغلات المهمة بهذا الزمن طبعا مثل ما تشوفون القاعدة قدامكم القاعدة فاعل زادا هاد بين زاد فعل بي آي انجي زادا تكملة مثال عليها حدث بالماضي الهاد ومستمر آي انجي بي آي انجي فركز لي على القاعدة هاد بين فعل بي آي انجي بالنسبة لأنه في أريدك تركز لي على أن النط تصير بعد الهاد ويكون طلاب يخطأون يخلونها بعد البين ركز يمني هي هاد انت بين ويكنك آت سكول ركز عن ليش لو انت صارت أما في حالة السؤال فهاد زاد فاعل زاد انبين زاد فعل بي آي انجي ثم تكمله هاد ذي بين ويكنك آت سكول هاد ذي بين ويكنك آت سكول بالنقطة بي يقول كمبير حاف بين آي انجي المضارع التام المستمر والماضي التام المستمر طبعا هم ثنيناتهم هم ثنيناتهم يتحدثون عن الاستمرارية أوكي ولكن الفرق بيناتهم شنوه؟ أنه المضارع التام المستمر يعني حدث قريب من المضارع من الآن before now قبل الآن ركزي على هاي المعلومات أما هذا الحدث فهو يكون يعني قبل حدث آخر حدث قبل حدث خلينا ناخذ مثال وخلنا أقرأ لكم إياه يقول اتمنى الباص يجيب سرعي اي هاف بين ويتنج شننتظر لمدة عشرين دقيقة خلص الجملة الثانية يقول ات لاست في النهاية واخيرا نجا الباص اي هاد بين ويتنج فور تونتي مينتس شن معناها معناها من قلت أنا بالجملة الأولى فأنا أقصد أنه أنا ما صار لهواية يعني الحدث قريب من الآن معناها هو الباص المفروض يجي نص ساعة أنا تأخر علي عفوا هو مفروض يجي ربع ساعة أنا تأخر علي بخمس دقائق أو أنا يعني تأخر الباص علي بخمس دقائق بس هذا بالنسبة للمضارع التام المستمرة معناها الحدث قريب من الآن يعني ما تأخر عليها كل شيء جملة الثانية من قيل أت لاست يعني وأخيرا يجي الباص معناها المفروض هو يجي الباص خلال ثلاث دقائق أو خلال خمس دقائق ولكن تأخر عشرين دقيقة فأنا هنا متعجب يعني أنا المفروض يجي قبل فحدث قبل حدث فهذه فكرة الماضي تام وزمن المضارع التام طبعا أنا شرحتها بلهجة عامية يارب تفهمونها يشارك تفهمونها يعني بس أريد أن أصل لكم الفكرة ما بين الزمنين وأيضا هنا بالنقطة C قائل الواز ING منطق فعل ING وقائل لك شوف الفرق بين الجميلتين باوع حتى ذكرك إحنا الماضي المستمر قلنا حدث بالماضي استمر It was Vining كانت تمطر يعني الحدث مو قريب من الآن البارحة قبل كانت تمطر بساعة معينة وقت محدد فكل واحد وإلى استخداماته وأنا مارد كم تخربطون راح تقولوا الأستاذ إحنا مو بكيفنا لأ بكيفكم أولا أنت كل زمن واستخداماته وموجودات كلهن بالملزمة يعني أنا كل شي مخلي الكيان بالملزمة هذن الأزمن استخداماته والجمل عليهن كل شي موجود حتى كلمات الزمن هابيهن مخلي الكيان يعني فكل شي موجود وجاهز قدامك فأنت تحفظ كل زمن وحالته هنا من يقارن لك بيه ما يضيف لك معلومة جديدة نفس المعلومات اللي أنت أخذها راح يرجع يعيد لك إياها نزين والدليل أنه بنقطة D يقول للأفعال ذول اللي يخذناهم بليونة الرابع ما للأفعال اللي ما يخذنا الـ ING يقول لا تستخدميننا طبعا هاي المعلوم احنا ما أخذينا بس مجرد داي ذكرك بيه اللي أنت تكون إياهنا ببداية الفصل الرابع بالفصل الرابع قلت لكم هاي الأفعال ما يصير تجوي الـ ING ويا كل الـ ING مضارع المستمر مستقبل مستمر مستمر كلهم شاكل شيء اسمه مستمر ما يصير نستخدمه إياهم فإذا تشوفون النقاط بس مجرد تنعاد النقاط بس مجرد تنعاد يعيد لك بيه